موسيقى الرئيس سيس يواجه باستغلال الموارد العلاجية بجنوب سيناء وإقامة مراكز استشفائية متكاملة رئيس الوزراء مصطفى مدهولي يقدم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث ويشارك في تشييع الجنازة اليوم بايدن يقول إن أوكرانيا لا تخسر الحرب وتحقق مكاسب وأن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني موسيقى أخبار سابعة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة أنيل للأخبار أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في محافظة جنوب سيناء موسيقى تمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء خاصة في مناطق آيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور موجها سيادته بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعيير في تلك المناطق الفريدة من نوعها وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تضخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجهة كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبار على مستوى الجمهورية لسيما تطوير الطريق الساحلي بقطعاته المختلفة حيث وجه السيد الرئيس بتطقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتدي الطريق فضلا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة كما اتبع السيد الرئيس مستجدات تطوير هدبة المقطم موجهة سيادته بموصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهدبة المقطم بما في ذلك تطوير شهر تسعة الذي يمثل شريانة تجارية الرئيسية بالمقطم الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى فضلا عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحضائق المحيطة بقلعة صلاح الدين كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية أهل مستوى الجمهورية ومنها تطوير منظومة الرئيسية في واحد سيوى فضلا عن كبلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد الرئيس عبد الفتح السيسي همية بناء عمل عربي مشترك يرتكز على أسس وقواعد صلبة لمواجهة التغيرات الدولية الدورة الثامنة والأربعون لاجتماعات منظمة العمال العربية تنطلق أعمالها بالقاهرة بمشاركة وفود من 21 دولة عربية تمثل فئات العمل الثلاث حكومات وأصحاب أعمال وعمال يدوى الأعمال مؤتمركم هذا يتصدى للعديد من الموضوعات التي تشكل مجموعة من أهم القضايا المعاصرة والتي تتمثل في الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل وما يقدمه من توصيات عملية لكيفية تسخير تقنيات رقمية لدفع عجلة التنمية ورفع معدلات النمو فضلاً عن موضوع الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة وكذلك موضوع رقمانة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها هل نحن إذن مسؤولون مساءلون حول مداخل الإصلاح بالنسبة للمجالات التي نهتم بها كوزراء للعمل وكمسؤولين عن تشغيل في مقدمة محارب البطالة في بلداننا وفي مجتمعاتنا هذا الإصلاح الذي لن يتم إلا عبر اعتماد قطيعة كما جاء في مختلف الكلمات في مجموعة من الأمور ولعل أبرزها الأمور المتعلقة بالمنظومة الرقمية خلال الجلسة تم الحديث عن التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية وعلى رأسها ارتفاع تكليف الانتاج والخلل في سلاسل الإمداد ومصادر الطاقة خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الحرب الأوكرانية الروسية وما فرزتها من تداعيات على أطراف الانتاج وما عانى منها سوق الاقتصاد العربي من تأثيرات في الطاقة تأثيرات في الإمدادات القذائية والأمور الأخرى نحن بحمد الله ناقشنا كل الأمورها في مجلس الإدارة وستناقش باقي الأمور في الفرق ونطلع بتوصيات كيف نستطيع أن نتقلب عليها اليوم كل التمثيل العربي موجود كل الدول العربية اليوم كلها موجودة بتمثيلها الثلاثي بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء قضايا كثيرة مطروح الرقمنا والتشغيل مطروح التكنولوجيا وعملها من خلال الفترة القادمة من خلال ثلاثية الأطراف اجتماعاتنا ستبدأ الفعلية الآن لمدة أربع إلى خمسة أيام ونحن مجتمعين من الصباح إلى ما بعد الظهيرة وطالب المشاركون في اجتماعات منظمة العمل العربية مؤسسات التمويل بدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في تنفيذ برنامج متكامل لدعم تشغيل والحد من البطالة أزمتان كبيرتان مرت بين دول العالم لذا حرصت منظمة العمل العربية على تعزيز التعاون بين أطراف العمل الثلاثة وهي حكومات أصحاب أعمال وعمال لتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة أشرف مبارك النيل شارك الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشورلز الثالث لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية مدولي قدم تعزي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وانقل تمنيات الرئيس السيسي للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار في عهد الملك تشورلز الثالث الذي أعرب عن شكره لمصر قيادة وشعبا على مشاعر مصر عقب ووفاة الملكة إليزابيث متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية كما التقى مدولي إليستراس رئيسة وزراء بريطانيا وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لها في مهماتها الجديدة من جانبها قدمت تراس الشكر لمدولي على مشاركته في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية معربتان عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في الفترة القادمة في أول مراسم من نوعها في المملكة المتحدة منذ نحو ستة عقود وبعد أربعة أيام من تسجات نعشها في قاعة بقصر ويست مينستر تقيم بريطانيا اليوم الاثنين الجنازة الرسمية للملكة الياذبس الثانية بحضور زعماء العالم إلى جانب العائلة المالكة والنخبة السياسية وقادة الجيش والقضاء والمنظمات الخيرية ويتضمن هذا اليوم العديد من التفاصيل الدقيقة للجنازة الرسمية التي وعد البريطانيون أن تليق بملكة دام حكمها سبعة عقود وتنتهي فترة بقاء الملكة الراحلة في قاعة ويست مينستر في الساعة الثامنة والنصف صباح الاثنين بتوقيت القاهرة وبعد العاشرة والخامسة والثلاثين صباحا بقليل تقوم مجموعة برفع النعش ونقله إلى عربة المدفع الرسمية التابعة للبحرية الملكية ويقوم 142 فردا من البحرية الملكية بصحب عربة المدفع التي تنطلق عند الساعة العاشرة والرابعة والاربعين صباحا ليمر الموكب بساحة البرلمان وخلفه الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة حتى وصوله إلى البوابة الغربية لكنيسة ويست مينستر في العاشرة والثانية والخمسين صباحا وستجتمع قيادات الدولة وممثلوا الحكومات في الخارج ورؤساء ووزراء الدول والمناطق المنضوية تحت التاج البريطاني في المستشفى الملكي في تشيلسي ليتوجهون معا إلى الكنيسة الجنازة الرسمية تبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا لينتهي القداس عند الساعة الحادية عشر والخمسين صباحا تتبعه دقيقة صمت في الكنيسة وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة وتتجنب الطائرات التحليق فوق وسط لندن وتنتهي الجنازة الرسمية عند الثانية عشر ظهرا بعصف النشيد الملكي وعصف جنائزي ليعود النعش إلى عربة المدفع لينطلق في الساعة الثانية عشر والربع ظهرا إلى قاوس ويلينغتون في هايت بارك كورنر والتي يصلها في الساعة الوحيدة ظهرا حيث يوضع العربة للانتقال إلى ويندسور وفي تمام الساعة الثالثة وعشر مساءا يبدأ موكب في ويندسور سنضم إليه الملك وعضاء آخرون العائلة المالكة ليبدأ قداس الوداع الأخير الساعة الرابعة مساءا وقبل الترنيمة الأخيرة تتم إزالة تاج الإمبراطورية والكرة والصولجان من النعش وعند الساعة السابعة والنصف مساءا تحضر الأسرة الملكية دفنا خاصا ومن المقرر دفن الملكة مع زوجها الأمير فليب في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية قالت الحكومتان البريطانية والكندية إن إريتريا دعت قوتها المسلحة إلى تعبئة ردا على تجدد القتال في إقليم تيجري شمالي إثيوبيا ورجحت الحكومتان إمكانية فرض تدبير أمنية إضافية في غدون مهلة قصيرة في جميع أنحاء إريتريا طلبتا من رعاية هما في إريتريا تقييد تحركاتهم عقب دعوة القوات المسلحة للتعبئة تنطلق غدا الثلاثاء الاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 من قادة دول العالم تهيمن قضايا السلم الدولي والأزمة الاقتصادية العالمية وإصلاح منظمات الأمم المتحدة على جدوى الأعمال الاجتماعات وسط انقسامات حادة وغير مسبوقة يلتقي 150 من قادة العالم في نيويورك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على واقع تعداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والخلاف بشأن إصلاح الأمم المتحدة واختلاف الرؤى حول قضايا المناخ والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتهيمن أزمة عدم الثقة بين الأقتب الدولية على الاجتماعات المرتقبة بحسب وصف مسؤولين في الأمم المتحدة حيث لا تلوح بارقة أمل بانفراجة قريبة في تقارب أو توافق مأمول بشأن القضايا العالقة تفاقم أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وغلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم قضايا رئيسية ستهيمن بلا شك على اجتماعات الجمعية العامة ولقاءات القادة المنفصلة على هامج الاجتماعات كما يحتل ملف إصلاح هيكلة الأمم المتحدة صدرة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة إذ يطالب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن ويبدو أن الولايات المتحدة نفسها هي التي بدت هذا العام تضيق ذرعا من سلطة الفيتو التي تتمتع بها روسيا وفي وقت تسعى واشنطن لمحاسبة موسكو على غزو أوكرانيا إضافة إلى محاولات كبح جماح الصين المناصر القوي لروسيا والتي تتمتع أيضا بحق الفيتو وحتى انتهاء اجتماعات القادة تظل تلك القضايا العالقة في انتظار حلول جدرية تخفف من وطأة الاحتقان السياسي ومن تدعيات الوضع الاقتصادي العالمي الهش ولكن يبدو بحسب مراقبين أن المقدمات لن تقود إلى انفراجة أو أي اتفاق في القريب العاجل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات اعلامية إن أوكرانيا لا تخسر الحرب وتحقق مكاسب في مناطق معينة مرجعا أسباب ذلك إلى المساعدات الكبيرة التي منحت لها ومن خلال بطولات وعزم الشعب الأوكراني واعتبر أن الفوز بالحرب يتمثل في طرد روسيا بشكل تام ولا اعترافي بالسيادة قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستطيع كسر الإرادة الأمريكية لفتن إلى أن الولايات المتحدة ستظل تساعد أوكرانيا طالما احتاجت لذلك وأضف بايدن إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لغزم صيني مشيرا إلى أن واشنطن لا تشجع على الرغم من ذلك على استقلال تايبيا من جانبه قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي إن جميع رادي أوكرانيا لابد أن يتم تحريرها إيزيوم وكوبيانيسك وخركيف مدن ومجتمعات حررناها مؤخرا وأصبح صوتها مسموعا ماريوبول وميليتوبول وخيرسون مدن لها صوت أيضا وسيكون صوتها أعلى ومسموعا عندما نتم تحريرها دونياتسك ولوغانيسك وغيرها من المدن سيكون من الضروري أن نسمع صوتها أيضا ربما يبدو للبعض أننا في مرحلة من الهدوء بعد سلسلة الانتصارات التي حققناها لكن هذا ليس هدوءا وإنما إعداد للمعارك المقبلة وهذا أمر يجب أن يعيه ويفهمه الجميع وهو أن جميع أراضي أوكرانيا لابد أن يتم تحريرها في المقابل قال الجيش البريطاني أن روسيا وسعت على الأرجح نطاق المواقع التي استعدت لضربها في أوكرانيا في خطوة تهدف لإضعاف معنوية كييف وسط تحذيرات بريطانية من أن روسيا قد توسع نطاق أهدافها في أوكرانيا لا تزال معركة كييف لاستعدة منطقة مدينة خيرسونج بجنوبي البلاد من أيدي القوات الروسية على أشدها السلطات الروسية في خيرسون أعلنت القضاء على مجموعة مسلحة خلال معارك في وسط المدينة التي تحاول القوات الأوكرانية استعادتها من موسكو التي استولت عليها في مارس الماضي بعد أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا وسعت على الأرجح نطاق المواقع التي استعدت لضربها في أوكرانيا في خطوة تهدف لإضعاف معنويات شعب وحكومة أوكرانيا وذلك بعد أن كثفت من استهداف البنية التحتية المدنية على مدى الأسبوع الماضي حتى في مناطق لا تعتبرها ذات تأثير عسكري فوري ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثماني طائرات بدون طيار في دونية سيكوالوغانس وقال المتحدث باسم الوزارة أنه تم القضاء على نحو 180 جنديا أوكرانيا وتدمير عدة آليات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في منطقة ميكولايف كما نفذت القوات الجوية الروسية مع قوات المدفعية ضربات مكثفة على وحدات عسكرية أوكرانية في زابوريجيا مما أسفر عن مقتل نحو 100 جندي أوكراني في المقابل ذكر حكام مناطق في أوكرانيا أن خمسة مدنيين قتلوا في هجمات روسية على منطقة دونيتسك كما تضررت العديد من البنايات وخطوط أنابيب الغاز والكهرباء في ضربات روسية في منطقة نيكو بول حتى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رئيس أذربيجان إلهام علييف على الالتزام بواقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا بعد عمل عنف مرتبطة بالنزاع على إقليم ناجونو كارباخ بلينكين حتى علييف على حل جميع القضايا العالقة بين أرمينيا وأذربيجان من خلال المفاوضة السلمية المعارك بين أرمينيا وأذربيجان كانت متوقعة في هذا التوقيت الذي برزت فيه بعض بشائر تواصل إلى اتفاق بين البلدين كون السقور من الطرفين الأرميني والأذربيجاني لا يريدون الحل بحسب مراقبين فمن ناحية الأرمين تدفعهم جالية مهمة في المهجر واللوب الموجود في الخارج حيث يغذون الشعور بالنقبة لاستعادة المناطق التي فقدتها أرمينيا في حرب 2020 وكانت قضيع لسيطرتها طوال عقود ومن جانب أذربيجان هناك من يطالب باستعادة مزيد من المناطق في الإقليم لكن الجديدة في المواجهات التي اندلعت في الثالث عشر من سبتمبر الحالي أنها حصلت على الحدود بين البلدين وليس في مناطق النزاع التقليدية وامتدت إلى ثلاث نقاط شمال أرمينيا ما يثير الانتباه أيضا في هذه المعارك هو حدتها فالخروقات كانت مستمرة منذ توقيع وقف إطلاق النار تحت رعاية روسية في الربع من نوفمبر 2020 لكنها لم تصل إلى درجة العنف الذي وصلت إليه قبل أيام فقوة القصف والأسلحة المستخدمة والأضرار الجسيمة التي خلفتها تعكس تحضيرا مسبقا لها وأنها لم تكن وليدة اللحظة كرد على خروقات من الجانب الأرمينية ومن ناحية التوقيت فإن الاشتباكات تزاملت مع انسحاب روسيا من مناطق واسعة في أوكرانيا وانهمت موسكو في هذه الحرب وبالتالي غياب دورها في مجموعة مينسك المنبثقة من منظمة الأمن والتعاون التي تضم روسيا مع فرنسا والولايات المتحدة إذ لم يعد بإمكان موسكو المشاركة في هذه الاجتماعات ويرى مراقبون أن أضربيجان أردت اختبار مدى رد فعل الغرب خاصة أنها في موقع قوة بعد زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الأضربيجاني أخيرا عبر أمبوب الغاز الذي يغذي دول جنوب أوروبا ويمر عبر إيطاليا وبلغ حجم الغاز المصدر سبعة مليارات وثلاثمائة مليون متر مكعب ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليار متر مكعب أي بزيادة 30% من حجم الصادرات إلى أوروبا لكن أضربيجان لا يمكنها الاعتماد إلى ما لا نهاية على قوة السلاح فتفعيل شبكة المواصلات وطرق التجارة يبقى السبيل الوحيد إضافة إلى ترسيم الحدود والتوصل إلى اتفاق السلام كون وقف إطلاق النار لا يشكل الحل الدائم ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الحدودية بين طاجكستان وغير قرغيستان إلى نحو مائة قتيل في أسوأ موجة عنف منذ سنوات بين البلدين الذين أعلنا هدنة هشة فرغيستان وطاجكستان أعلنتا ارتفاع إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء الصراع الحدودي بينهما إلى نحو مائة قتيل في حين صمد وقف هش لإطلاق النار بين الدولتين الواقعتين في أسيا الوصول لليوم الثاني واشتبكت قوات من البلدين بسبب نزاع حدودي في الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من سبتمبر وتبدلتها لاتهامات باستخدام التبابات وقذائف المورتر والمدفعية والطائرات المصيرة الهجومية لاستداف مواقع عسكرية حدودية وتجمعات سكنية قريبة وتعود قضايا الحدود في أسيا الوسطى بدرجة كبيرة إلى العصر السوفيتي عندما حاولت موسكو تقسيم المنطقة بين جماعات تقع في المناطق السكنية التابعة لها وسط مناطق عرقية أخرى في الغالب وقالت قرغيزستان إن ثلاثة عشر شخص آخرين لقوا حتفهم جراء القتال إضافة إلى ستة وأربعين أعلنت عنهم في وقت سابق كما أفادت الجمهورية السوفيتية السابقة بوقوع مئة واثنين من المصابين وكانت قرغيزستان قالت في وقت سابق إنها أجلت مئة وسبعة وثلاثين ألفا تقريبا من منطقة الصراع وعلنت الحكومة اليوم الاثنين يوم حداد على الضحايا وذكرت وسائل إعلام في قرغيزستان التي وصفت الصراع بأنه غزوة أن بعض الذين أجلوا بدأوا بالفعل في العودة إلى منازلهم كما أفادت تاجكستان بسقوط ضحايا أمس قائلة إن خمسة وثلاثين شخصا لقوا حتفهم ولم تبلغ عن أي عمليات إجلاء جمعي من المنطقة واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار في السادس عشر من سبتمبر وصمد الاتفاق منذ ذلك الحين إلى حد بعيد على الرغم مما قيل عن وقوع عدد من عمليات القصف بعدها وقالت وزارة الخارجية التاجكية إن قرغيزستان تواصل حملة إعلامية مناهضة لها وعشرت إلى أن الرئيس القرغيزي استخدم مصطلح العدو للإشارة إلى تاجكستان في خطابه يوم السبت الماضي تحولت العاصفة فييونا إلى إعصار مع اقترابها من سواحل بورتريكو في الولايات المتحدة مما أصفر عن مصرع شخص وخسائر مادية مع اقترابها من سواحل جزيرة بورتريكو في الولايات المتحدة اشتدت قوة العاصفة فييونا لتتحول إلى إعصار بعدما ضربت جولدالوب بحيث تسببت بفيضانات وخسائر بشرية ومادية باتت فييونا حاليا على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة بونس على الساحل الجنوبي لبورتريكو مع رياح بلغت سرعتها 130 كيلومتر في الساعة مهددة الأرخبيل بأنطار غزيرة وانهيارات طربة بحسب آخر نشرة من المركز الوطني للأعاصير والذي مقره في ميامي بفلوريدا ويعد حاليا لإعصار فييونا من الفئة الأولى أي الفئة الأدنى على مقياس سفير سيمبسون لتصنيف الأعاصير الواقع في خمس فئات وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية أنه من المتوقع أن يزداد الإعصار فييونا قوة خلال 48 ساعة قادمة مع التحرك قرب بورتريكو وجمهورية الدومنيكان وسبق أن تسببت بأضرار جسيمة حين ضربت جوادلوب وفي بعض الأماكن ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من متر ونصف ومع ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات يزداد توتر العاصير الشديدة مع ريح عاتية أكثر وانطار غزيرة أكثر وتشكل خصوصا خطرا متزايدا على المجموعات المقيمة على الساحل الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه وافق على إعلان حالة الطوارئ في بورتريكو في إجراء يتيح رصد أموال فدرالية لعمليات الإنقاذ التي تنسقها الوكالة الفدرالية الأمريكية للأوضاع الطارئة كان أكثر من 450 ألف منزل محرومة من التار الكهربائي في الكريب الأمريكي بحسب موقع متخصص ووضعت بورتريكو في حالة انذار من الإعصار اعتبارا من نهاية الأسبوع وطالب حاكم الأرخبيل السكان بالاحتماء بعيدا عن الإعصار استدعت سلطات طالبان عددا من النساء العاملات في قطاع الشرطة للمساعدة في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة في إقليم هلمند الأفغاني تعود نساء العاملات في قوات الشرطة سابقا إلى العمل بناء على طلب من حكومة طالبان لكن في زي مختلف فطالبان التي سيطرت على الحكم في أفغانستان العام الماضي وفرضت على كثير من النساء ترك العمل والعودة إلى المنازل إلا في قليل من الوظائف ومنها قطاع الشرطة مع الالتزام بقواعد ارتداء الحجاب حتى الآن ندين في المدينة 15 تسهيدة في الشرطة وفي الأقليم ما زال العمل جاريا لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم حتى يمكن لهم بدء العمل في هذه الأقليم 15 سيدة من عناصر الشرطة أوكلت إليهن سلطة طالبان عملية تفتيش النساء في المكاتب الحكومية ومصاحبة قوات طالبان خلال عملية التفتيش الميداني للمنازل خلال الحكومات السابقة اعتاد الجنود الأمريكان تفتيش كل فرض حتى النساء ولكن تقل الشريعة الإسلامية لا يجوز لنا ذلك وبالتالي فنحن بحاجة للنساء لتقديم المساعدة وكان يعمل في وزارة الداخلية الأفغانية نحو أربعة آلاف سيدة حتى عام 2020 ولكن وبعد سيطرة طالبان مرة أخرى على السلطة عادت الكثير منهن إلى الاختفاء في المنازل أو الهرب إلى خارج البلاد خشى من التضييق عليهن من قبل إجراءات طالبان في القاهرة علنت الإدارة العامة للمرور إجراء تحويلات مرورية بالقاهرة الجديدة لمدة شهرين من أجل استكمالي من مشروع المونيرل أوضحت أنه أن أعمال مشروع المونيرل بمنطقة القاهرة الجديدة تستلزم الغلق الكلي لنفق باقي الزكي بشارع التسعين الجنوبي وغلق مطلع كبري المشير التسعين بتلقي الطريق الدائري للقادم من طريق السويس في اتجاه المعادي وغلق مدخل شارع التسعين الجنوبي للقادم من المعادي عبر الطريق الدائري وذلك لمدة شهرين وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قيامها بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أي كثفات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وكذلك التنصيق مع الجهة المنفدة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدلة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين في ختام هذه النشرة هذا تذكير باهم ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يواجه باستغلال الموارد العلاجية بجنوب سيناء وإقامة مراكز استشفائية متكاملة رئيس الوزراء مصطفى مدولي يقدم تعازي في وفاة الملكة إليزابيث ويشارك في تشريع الجنازة اليوم بايدن يقول إن أوكرانيا لا تخسر الحرب وتحقق مكاسب وأن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت ترجمة نانسي قنقر